اشتركوا في القناة 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 المسؤولية الاساسية فيما حصل للصيادين الكويتي والسعودي تقع على الكويت والسعودي اساسا وعليهم اساسا لانه كان يجب ان يحذروا وما يجون الوضع غير مستقر شنو جاي تصيد انت في بلد بهذا الشكل عموما لكن اللي يحدث انقتلوا ذول الاثنين مساكين انقتلوا امه جايين دا يصيدون وقتلوا ومباشرة انطلع بيان حكومي من يعني يقول بيان الحكومي ورسمي يقول انه قيادة العمليات المشتركة هذه اللي اصدرتها بيان قالت انه دولة انفجرت عليهم عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالزحراء وقتلتهم ونشر الصور الصور اثبتت انه لا عبوة ناسفة ولا محزنون سيارة مغروبة طلقات والناس محوقين وقتلهم وطبيعة قتلهم ابدا مقتولين ومغدورين فاشتعلت ساحة في الخليج وبالكويت وبالسعوبية اي مكان وبالعراق كذبة كبيرة لا يمكن تصديقها الرواية لا يمكن تصديقها الصور وواقع الحال يكذب هذه الرواية لانه قبلها ساعات كانوا قد اعلنوا جهات الامنية اعلنت انه هذول اختطفوهم جهات معينة لا نعرف من هي وبعد ما اعلنوا انه اختطفوا من قبل جهات معينة قالوا انه عبوة ناسفة وقتلتهم هذا الخلط هذه القصص التي تلا تناسب ومواقع واقع الحال هي التي اسقطت في ايدي الحكومة حكومة السوداني حكومة الميليشيات هذه القصة ماذا يتحدثون المنطقة الجزيرة او الصحراء هي بين الرمادي وصلاح الدين وتمتد الى نينوى هذه كلها الصحراء مسيطرة بشكل كامل وكل العراقين يعرفون والحكومة تعرف وكل الناس يعرفون وحتى بالخليج يعرفون انه هذه المنطقة كلها تحت امرت من اشياء الحشد ولا يمكن لأحد ان يدخلها حتى من العراقين ابناء المنطقة نفسهم لا يستطيعون دخولها الا بموافقة هؤلاء الا بقبول هؤلاء الا بدفع مبالغ معينة او 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 يعني تأمينات معينة المنطقة كلها بامرتهم فماذا يفعلون خلونا كم صبي مصبيانهم يتحدثون انه داعش هذه وجابونا صور سيارات معرف شنو دراجة نارية وقالوا هذول من بقايا وذول اللي افزمناهم وهناك مدرشون اللي قيناها هاي الدراجات هم وذول الداعش اللي قتلهم مو قلتوا عبو ناسفة مو قلتوا خطفوهم هس يصطلعوا داعش مو قلتوا الف مرة انه انتهت داعش وقضينا على داعش وانتهى الموضوع وخلاصنا من الارهاب شو رجعت داعش ومين جاتي هاي داعش ليش ليش جاي داعش على ذول المنطق لا يقبل به قبلها ارادوا ان يعني يجيرون القضية بشكل طائفي انه اللي قتلوهم تراه للرمادي اللي قتلهم وفلان 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 ونشروا صور وبعدين طلعت هذي الصور لناس ممسوكين من سنوات وكذبة كبيرة واسماء وهمية فبالتالي كل القصص مفبرك والحكومة تعرف من هو الذي فعل ذلك لكنها لا تتحدث تعرف لان القوى هذه بامرتها هي ذلك والبي امرتي والمنطقة هذه تجري فيها عمليات لتهريب المخدرات ودخال اسلحة ومصائب كبيرة من سوريا وغيرها وباشراف الميليشيا الحشد هذه فمن قتل هؤلاء واضح من هما ولماذا وسبق وأن جرت مثل هذه العمليات ومعروف من يبتزهم عصابات وميليشيات تبتزهم لأجل المال ومعروفة وكثير من صيادين من قطر ومن غير مسكوا واختطفوا وساوموا عليهم واخذوا أموال ومن الخليج ومن كار مع أماكن هذه معروفة فبالتالي لا ترموها يعني براس فلان وفلان وسين وصاد وذوله وطائفية ومعرف منه لا من فعلها معروف والحكومة تعرف أنها معروف والحكومة ملتزم الصمت ومسلسل تصفية الصيادي لم ينتهي الآن شلون يسدون الموضوع لا أدري ترضيات خاصة حكومة تحكي حكومة يسدون الموضوع ويقدرون ربما لكن واقع الحال هكذا والناس في الكويت والسعودية أنا واثق متأكدين بهذه يعني متأكدين من القصة الحقيقية لهذا الموضوع يعرفون وأعود مرة أخرى وأقول أن الخطأ الأكبر هو من المغدورين نفسهم الذين جاءوا إلى العراق للصيد في ظل حكم الميليشيات والعصابات العراق مستقر أنت تجي الصيد به ومؤمن على نفسك أم العراقي ما مؤمن هنا نفسهم أنت شو تأمن على نفسك فبالتالي تتعرض إلى مخاطر كثيرة هذا جزء من عده وراحت فيها أرواح مع الأسف الشديد ناس أبرياء وفكرهم كان يصيدون معرف شنو يتونسون يفرحون وإذا تنقل بلا حزن ومآتم وجثث هذا واقع الحال هذا واقع العراق وهذا الوضع والحكومة من أقامها هي الميليشيات وهي المتحكمة بكل شيء وهي المسيطرة على هذا الموضوع وبالتالي المنطقة تحت مسؤولية مسؤولية ميليشيا الحشد ومن يدعي أنه داعش دخلها أيضا بتاعت مسؤولية الحشد شلون دخلها من المسؤول إلى المسؤولية ميليشيا الحشد وهي كذبة كبيرة قضية تم تصفيتهم لأسباب مادية افتزاز غير لا أعرف ماذا بس الدلائل وواقع الحال يشير إلى الجهات التي صفتهم وما لا علاقة والبيانات التي صدرت عن الحكومة والعمليات المشتركة والمعرف منه والقوى أمنية والبيانات ومن نام من نام الصبيان كل هذه كاذبة ومضللة غير حقيقية أرادوا بها إخفاء الصورة لكن بالعكس ومفضحوها أكثر والصورة قاتمة وواضحة ولا يمكن يعني إخفاء الجريمة هذه بهكذا تصريحات بهكذا الدعاءات والوضع في الأول والأخير أقول مسؤولية من جاء أساسا ومن لهم ثقة بأنهم يعني يأتون إلى أماكن فيها أمن ويستطيعون أن يؤمنوا فيها على أرواحهم وهذا الخطأ الكبير أمونا عزيزة المشاهدين وقت هذه الحلقة انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة